نتصبح على حضرتكم مرة تانية ونبتدي معاكم النهاردة أول فقرة في حلقتنا النهاردة في النهارك سعيد وطبعا أول فقرة زي ما حضرتكم تعاودين بتكون فقرة الصحافة واللي بنستعرض فيها أهم عنوين الصحف تسبح الأول على دفنة اللي هيكون منوعنا النهاردة في فقرة الصحافة وهو الأستاذ قسامة عبد العزيز نائب رئيس تحليل جريدة الأهرام سب finalement خليل أستاذ قسامة منعونا وأهلا بحضرتك نبتدي مع كل سيدة المشاهدين بأهم عنوين الصحف اللي هتكون موجودة النهاردة في الجرائد أول خبر معنا من الأهرام الأهرام في الصفحة الأولى المنسحبون من التأسيسية يصرون على حلها وإعادة انتخاب أعضاءها الشروق الصفحة الأولى الشاطر يبدأ مشوار الرئاسة وسليمان لن يترشح الأهرام صفحة الأولى أيضا ترقية 400 ألف موظف من أول إبريل الأهرام الصفحة الأولى بريطانيا بتجمد 45 مليون استرليني من أموال مصر المهربة الشروق الأموال العامة تسترد أكثر من 50 مليون جنيه من رجال النظام السابق المصر اليوم الحكومة 44 مليار جنيه في السنديق القاصة وحصول الوزراء على أموال منها افتراء المصر اليوم مصادر في الطيران المدني هروب 12 طائرة لرجال الأعمال من مطار القاهرة بحجة الصيانة المصر اليوم أيضا صفحة الثالثة تقرير طبي يؤكد إصابة طالبة الأزهر بالصل مصر اليوم صفحة الأولى مظاهرات للألترس في القاهرة وسبع محافظات للمطالبة بالقصص صدق أسامة نبتدي مع حضرتك عصول بأول خبر والمنسحبون من التأسيسية وصرون على حلها وعادة انتخاب أعضاء وأعتقد أنه قصة اللجنة التأسيسية لوضع دستور مصر قصة حقيقي يعني الناس كلها بتتكلم فيها وناس كلها يعني مش حباها ومش حابين اللي بيحصل فيها ومش حابين اللي موجودين بشكل عام لأنه يعني مش كلنا ممثلين الحقيقة في هذه اللجنة رأي حضرتك يعني خبر يعني هو طبعا الأراء بتختلف في الأمر الطرح اللي حضرتك طرحتي ممكن البعض يتفق معاك فيه البعض يختلف لكنه طبعا هي الهفوة في البداية منذ إعلان الترتيبات الخاصة بعد 11 فبراير يوم التنحي كان لازم يتوضع خارطة طريق محددة نقع احنا نبتدي بالدستور أولا وبعدين الانتخابات البرلمانية سواء المجل الشعب ثم الشورى ثم الانتخابات الرئاسية الرئاسية الرئيس يبقى جاي عارف هو جاي على أنهي صلاحيات بالزبط لو تخيلنا النهاردة أنه التأسية لم تنجح في صياغة الدستور قبل موعد انتخابات الرئاسة فالرئيس القادم هيشتغل على صلاحياته إيه هتبقى صلاحياته على الدستور 71 إذن احنا ما عملناش أي خطوة إيجابية للحد من صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية اللي كلنا كنا بنشتكى بنشتكى منها في عهد النظام السابق وما سبقه أيضا ومن سهم نعود مرة أخرى للتأسيسي طبعا في راو في الشارع السياسي النهاردة حول انسحاب البعض كتاتني مبرح بالليل فجر مفجأة بأنه اللي قدموا ورقة أو يعني تعهد أو كتابيا بالانسحاب من الجمعية عددهم 11 فقط لكنه اللي بيشوفه في الفضائيات وعلى الصفحات الصحف عدد كبير جدا يبين ان فيه ناس كتير جدا منسحبك بالزبط وقريبا قيل انه هو 13 حزب لكن انا بتكلم على أعضاء اللجنة الأفراد وطبعا الأخطر بكل المعايير انسحاب الكنيسة وانسحاب الأزهر من هذه الجمعية طبعا صح ده ده الخطورة الدهمة الكتاتني مبارح طالب بانه يدولوا اسبوع بس نقدر نعمل فيها اتصالات مع المنسحبين وعلى رأسهم طبعا الكنيسة والأزهر لانه وجودهم ضرورة في هذه اللجنة لانه بعدم وجودهم اتصور انه الشارع لن يرضى عن هذا الدستور وعند الاستفتاء عليه لو هم اصروا حزب الحرية والعدالة انهم يخرجوا بالشكل اللي هم بيمشوا فيه اعتقد انه الشارع مش هي عند الاستفتاء مش هيوافق على هذا الدستور وهنخش في اشكالية اخرى لكن ومليونيات تاني بقى عشان نلغي الدستور ومليونيات تاني يعني انا عايزين خارطة طريقة حقيقية لكنه اعتقد انه النهاردة الدكتور احمد ابو مجد احد الفقهاء البارزين في القانون طرح طرح مهم يعني هو بيقترح لجنة صياغة من خبراء دستوريون بدلا من حل الجمعية الجمعية تظل قائمة ونعمل لجنة صياغة من الخبراء وتعمل الصياغة وتقدمه لهذه اللجنة ويحصل عليها نوع من انواع التوافق كحل وسط للوصول الى حسم هذه الازمة اللي خدت من وقتنا اكتر من اللازم ولازم تتحسم لانه يعني كمان احنا فعلا خلت من وقتنا اكتر من اللازم والقوة السيسية عندها حق اه لاخلنا على انتخابات الرئاسة بقى وضخلنا على حاجات تانية اوكي الشاطر يبدأ مشواره الرئاسة وسليمان لن يترشح وطبعا يمكن الفترة اللي فاتت كل الناس ماهنا عن ترشح سيد عمر سليمان والشاطر في ناس كتير جدا ايضا يعني مستقى من ترشح الاخوان وتدخلهم في السياسة مبدأي بالنسبة لي عمر سليمان هو حسم الامر امبارح بانه اصدر بيان انه لن يتقدم للترشح وحسم المسألة دي فالمسألة دي انتهت الامر التاني ترشح خيرة الشاطر مرشح حزب الحرية والعدالة او الاخوان البعض زي ما حضرتك بتقولي استاء انا ضد هذا اللفظ لا فيه شباب فيه شباب الاخوان مستقين يعني مش البعض مش بكلم حضرتك عن الجمهور العادي في ناس من الاخوان مش مفسوطين بدا لكل شخص الحق في الترشح في ان يزاول الحياة السياسية او ممرسأ السياسية اظن النسطور بيدينا ده لما حزب الحرية والعدالة او جماعة الاخوان تقدم على تقديم مرشح لها يسير هذا الجو او العاصف من كل الطيارات خاصة الطيارات الليبرالية اللي بين قسين كده علينا تحفظات عديدة على ادائها خلال الفترة الماضية ده يعني طبيعي جدا لحزب الحرية والعدالة والمهندس خيرة الشاطر ان يتقدم للترشح على الطيارات الاخرى ان تقوم بدورها وان تواجه هذا وان تنزل الى الشارع بشكل حقيقي تصل الى مستوى معين يعني عايز اقول من كذب ثقة الناخب طبعا الجماعة لقطع حقيقة سيد وسامة هما يمارسوا اعلام هما يمارسوا شوء اعلامي واضح جدا احنا زيقنا منهم حقيقي محتاجين قرب اكتر من الشعب لكنه جماعة الاخوان المسلمين بيعملوا سياسة واضحة جدا منذ عام 28 حينما اسست الجماعة في عهد حسن البنة ثم النهاردة طالبناهم بانه يكون ليه ممثل سياسي فعملوا حزب الحرية والعدالة ودخلوا الحياة معتركة الحياة السياسية وبدأوا يحصدوا نجاح وراء نجاح لكن الاهم فيه ترشيح الشاطر زي ما حدرتك بتقولي الخبر اللي هو الشاطر يبدأ مشوار الرئاسة انا قلنا سليمان خلاص اعلن بالامس رسميا انه لن يتقد الشاطر الشاطر يعني المفاجأة القانونية وفق لفقهاء القانون الشاطر لن يحق له الترشح للرئاسة اللي قال هذا الكلام فقهاء قانونيين على قدر كبير جدا من المسؤولين على رأسهم بهاق الدين ابو شقة والدكتور الشوئي السيد بالنص قالوا في هذا الموضوع انه لا يحق للشاطر حتى لو حصل عفو الرئاسي انه هو يتقدم للترشح طبقا لقانون مباشرة حول سياسية وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية اللي بيانص على جواز اصدار حب من محكمة الجنايات يقضي برد الاعتبار لمن صدر لهم العفو الرئاسي على ان يمضي على صدور الحكم ست سنوات كاملة حتى حتى لو حصلوا على العفو من العسكري اللي بيقوم بدور رئيس الجمهورية في اللحظة دي لابد محكمة الجنايات هي اللي ترد لهم الاعتبار ثم يمضي ست سنوات على تقدم للترشح يعني الراو اللي معمول ممكن اصلا يبقى بالونة اختبار تعكس قدرة الحزب الحرية والعدالة الزراع السياسي لجماعة الاخوان على المشغبة في الحياة السياسية هم لهم قدرات ما نقدرش ننكرها لكن الضعف اللي بيعتري الاحزاب والطيارات الاخرى هو المفروض نلقي الدوق عليه مش معقول يكون كل تركزنا فقط على بالضبط على الطيار الديني طيار الديني طيار الكاسح احنا مش مش لقين مش قادرين نلمس حاجة استاذ اسامة يعني نقول ده عمل كذا ده بيعمل كذا يعني مش قادرين نلمس حاجة زي ما حددت كنتم تقول بعضهم عن الشارع واهتمامهم الاكتر بالاعلام وبالتواجد الاعلام بعض الناس عنهم اعيز اقول لحظك حاجة هو الطيار الليبرالي بالتحديد اصيبه بانتكاسة اعتبارا من عام اتنين وخمسين انتكاسة حقيقية كان عندنا قبل الثورة حياة لبرالية حقيقية كان الطيار الليبرالي موجود بكسافة في الشارع المصري لكنه حصل ليه نوع من انواع التهميش والتهميش كان مقصود سياسي الطيار الليبرالي علشان يعود مرة اخرى هو في حاجة الى مدة طويلة اهنا بنتكلم على الطيار الاخر من ساة 28 يمارس حياة سياسية واضحة صحيح كان بيتعرض لانكسارات وانهيارات وضرب وسجون وما الى ذلك لكنه عنده عقيدة هو لدي الشارع مهم بيتعامل معه ما غفلتش الشارع نهائية حقيقة وقادر على التعامل مع الشارع بشكل ايجابي احنا الحقيقة وقت الفقرة بيجري وعندنا اكتر لسه من خبر نتكلم سريعا عن مثلا بريطانيا تجمت 45 مليون مسترديني من اموال مصر المهربة رأي حضرتك ايه في الموضوع لا انا بقى بمهمل الوقت بيدهمنا زي ما حضرتك بتقولي في اخبار اهم 45 مليون انا اتفضل لا لا اتفضل طبعا الاخبار المهمة ان الحكومة امبارح اخيرا تستيقظ من السوبات العميق وتقول لنا اخبار صارة للموظفين وتقول انه هيحصل ترقية 400 الف موظف اعتبارا من اول ابريل اعتمادا على مبدأ الرسوب الوظيفي الموظفين في هذه الدولة من يعني عايز اقول الجماعات اللي تم تهمشها على مدار 50 سنة كاملة لم ينظر اليها نظرة فيها نوع من انواع الجدية اللي رفع مستوى معايشي احنا زهقنا من محدود الدخل كلمة محدود الدخل دي يعني مش عايز اقولك انه اللبز نفسه يعني ممل وسخيف لكنه النهاردة لما اقول انه فيه ترقية ربعمية الف موظف اعتبارا من اول ابريل يعني ده خبر صار جدا طبعا لما تضرب كل اسرة في ثلاثة الى اربعة احنا بنتكلم في مليون ومائتين ومائتين الف ممكن يستفيدوا من هذا الامر لما بنقول هنعمل تعديل تشريعي لترقية ستمائة الف مدرس هذا امر جيد جدا الخبر التاني اللي عايز يعني معزرة على عليه هو خبر الترس اهلاوي الترس اهلاوي طبعا يعني رغم انتمائي الشديد للنادي الاهلي وانتمائي لأفكار الترس لكن انا باخد عليهم حاجة واحدة بس بانبارح لما طلعوا فوق كبر 6 اكتوبر وقطعوا كبر 6 اكتوبر وعطلوا لمدة ساعتين هذا امر يعني كان محتاج الى مراجعة لكن هما لديهم كافة الحقوق في مطالبهم سرعة القصاص من اللي قاموا بمجزرة بور سعيد ليهم كل الحق في مطالبهم بضرورة تطهير وزارة الداخلية او تحريرها من القيادات اللي موجودة ومازالت كانت موجودة في النظام السابق ومازالت عندهم حقوق كثيرة جدا لكن يوخذ عليهم ان هما يعطلوا الطريق العام اللي حصل مبارح على كبر 6 اكتوبر تعطيه للناس لمدة ساعتين ام من وجهة نظر مرفوض شكرا حقيقي غير مسموح بالمرة قطع الطرق والترس زي ما بنقول عليهم لديهم ثقافة يعني احنا بنقول دايما عليكم انتم شباب متعلم انتم نبض الثورة حقيقي انتم زي ما قال خطيب الجمعة ليهم يوم الجمعة في عمر ماكرم انتم مستقبل الامة كان عليهم ان هما اللي يقعوا في مثل هذا الخطأ البسيط بايش حقيقي حقيقي واحنا كلنا بنحب الالترس طبعا واكيد كلنا يعني عايزين نسترجح حقوق الناس اللي راحت استاذ اسامة بسبح على حضرتك مرة تانية وبشكر حضرتك استاذ اسامة عبدالعزيز نائب رئيس تحيير جرية الاهرام نورتاني فندم مشاهدينا هاسبكم دلوقتي مع تقرير عن حدوتة مصرية خليكم معانا عندنا فقرات كتير موضوع موضيع مهمة جدا نروح نشوف التقرير ونرجع نكمل فقراتنا في نهارك سعيد خليكم معا